موسيقى معنى يتطور نحو الأسوأ لدرجة أنه فما دوير أصلا تركيبة متاحة أغلبية القوذات حتى كان بعيد الشر متوفيهش ولكن فما برشن المرضى منهم المحامين حدثوا لحرجة وعن الأسبوع الفارض تقريبا أربعة زملاء معنى ها يوميا ولينا نشهدوا عمليات وفاة لزملاء سواء من جراء الكورونا مباشرة أو من المضاعفات اللي تجي من وراء الكورونا تلقاه هو بتبيعة ورجل كبير مريض دمه سكره غيره تكمل يخلط عليه الوباء ما ينجمش قاومه الأسبوع الفارض عنا أربعة زملاء في نفس الأسبوع يوميا نشهدوا كتبت المحاكم قولت البيرح بركة توفى كاتب ومحاكم أي كتبت المحاكم توفى في محكم تونس 2 مرضو في محكم تونس توفى وفي محكم معناها في جميع المحاكم الوضعية حالي الغريب في الأمر أنه ما نلقاه حتى درجات معناها وعي فما بروتوكول معمول حتى الجيل اللي معمول تولي اليدين هذيك الطرف جيل محطوط في الكلوار وين الفرع الجهوي للمحامين عملته الفرع الجهوي للمحامين وليت المحكمة كانت تستعمل فيه فما شكون حتى ولا يجيب دبوزة يفرغ منها الجيل اللي محطوط فكل بروكة ذاك اللي يحطينه للمحامين وليت الناس كل تستعمل فيه لقلة الإمكانيات ما فهماش قاعات جلسة برة أمشيوا أدخلوا توأع منوا دورة وتتفجعوا رغم اللي ما فهماش مواطنين يدخلوا ولكن الملفات ياسر والعبيد ياسر وفما قضايا اللي ما تستوجبش حضور محامين كما النواحي الكل كما قضايا الجنحية كما قضايا الطالق كما قضايا الشغلية المعني بالأمر يحضر تقوله ما تحضر جلسك والدايوين قاعدة تدخل ما ينجمش ما يحضرش ما عندوش محامين من حقه بش يحضر بش يدافع على مصالحه قاعات مقتضة سواء بالمحامين ولا بالكتبة محامين صحيح الفرع الجهوي للمحامين قاعد يسعى بجميع الوسائل اللي عندو انو ينسق في الجلسات وينقص من عدد الحضور على دا المحامين والكتبة متاعهم في كل جلسة تلقى ثلاثة أربعة محامين ينسقوا يشدوا هما الجلسة وياخذوا الجلسة على زملائهم أما رأوا هذا غير كافي على الخاطر أول حاجة الجلسات ياسر كبيرة معنا عدد الملفات ياسر كبيرة وفما محامين يقولك أنا بش نترافع في ملفي أنا ملفي عندو إشكالية خاصة في خصوصية خاصة يلزمني نبشرها واحدة زميلي اللي بشينوه بني صحيحينوه بيعطي صحة أما ما يعرفش تفاصيل الدوسة متاعي وهذا كيخلي الاكتظاظ موجود بصفة غريبة يلزمنا فعلا حل حل إنو حاجة أخرى زيدا الملفات اللي قادة تتأجل على حالتها رأوا ملفات من عمناول من مارس لتوما عودتش دخلت في الجلسة رأي مصالح ناس واقفة رأي مصالح معناح حقوق ناس ضاعت وفما ناسة في قضايا في إيقاف أشغال البنية تكملت والمرمى وفيت ونسكنت وهو مازال في قضايا في إيقاف أشغال معنا بشون بيني لكم برعا مشوا أعملوا طلع فعلا شيء أسف هل يمكن أستاذة لوجوء إلى المحاكمة عن بعد كحل بالنسبة للمحاكمة عن بعد هكذا كانت تتخلوا لقاعات الجلسة متاعجوني حيث تتخلوا فما تليف زيت فما جابونا تلفزة عملونا جلسة محاكمة عن بعد ديكور فعلا وجابوه لوزيرة ولعوان وتفرجنا في محاكمة تونس ما عناش محاكمة عن بعد لا في الابتدائي ولا في الاستعناف رينيها أثلاثة ولا أربعة سور في إطار الحكومة السابقة على أساس أنها بدأت أماستيرا يجلسة للصورة ما عنا حتى محاكمة عن بعد لليوم يجيبوا الموقوفين بالعشرين موقوفين في نفس الكاميونة من سجن المرنقية عشي شوريش في وسط الكاميونة يذهبطوهم للجيول بنفس الوضعية يطلعوهم من قاعة الجلسة بنفس الوضعية ويعود ورجعوهم للمرنقية بنفس الوضعية والدليل على هذا كثرت الإصابات في سجن المرنقية استاذة وانتي مختصة في القانون سمعنا أنه في مبارشة مساجين أصيبوا بالكورونا خاصة في سجن المرنقية ووضعيتهم القانونية أنا مشيت المرة اللي فاتت أنا مشيت المرة اللي فاتت نزور في موقوف طلع منوي بللأسف مريض بالكورونا ما جابوه ليش صحيح ولكن اللي عاينته معناه بعيني أنه يفهم مجموعة كبيرة من الأعوان ومن المساجين مرضى بالكورونا حسب ما عرفت قطع أنا مشيت استفسرت على حالته فما الميصحة متاع السجن قاعدين يبشروا فيهم غديكة ويعطيهم فيهم اللازم واللي ربما يستحق مثلا إنعاش ولا غيره ينقلوا فيه ولكن الحمد لله على حسب المعلومة اللي عندي اللي أنا ريتها أنه متوفى حتى واحد منهم بالكورونا معناه وضعيتهم ما وصلتش لدراء والحمد لله أما راه وضعية السجون كارثة كارثة بالمفهوم خاطر راهما ما عندهمش أسيد بلاس معناه حتى كي يمرز بالكورونا ما يحطوهش في بيت وحده إن أجمول ما فماش وين بش يحطوه في بيت وحده ربما يحطوهم مثلا المرضى في أمبافيومة بعضهم لكن ما عندهمش الإمكانيات بش يحطوه في بيت وحده التفاديا للعدوى لكن اختيره برشا هكا الوضعيات هذا كان يفهمه ما عندهمش ما فماش اسباس وراهوا السجن المرنقية سيخشا غجي دجا هذي معناه وزارة العدوى الناس كل تعرفوا وين بش يحطوه فوق هذو دونو هذي المربوض مرتبط بقضية فيها موقوف آخر بش يمشي معها في الجيار وبش يمشي معها في الكاميونة وبش يدخل معاه وبش يخرج معاه معناه إمكانية العدوى واردة جدا الأعوان اللي يدخلوا عليهم ويخرجوا معهم ويرخوا لديارهم ينجموا العواني ويصابوا لبرة ويمشوا لعائلاتهم ويصيبوا عائلاتهم لكن يرجعوا ويدخلوا بعد البافيوم بتعلم رب يتين جميع دي للأسف هذا هو الوضع اللي يصير وإن شاء الله رب يقدر خير أستاذ القانون التونسي شيقول في مثل هذه الحالات الاستثنائية هناك بعض المساجين مش الكل اللي الأحكام متاحهم ما تتعلقش كما نقوله احنا بجرائم أو حاجات كبيرة مش من كنا يفرغوا السجن شوية كورونا لولا برشة أحكام برشة أحكام اخذت بعين الاعتبار الجانب هذا صحيح ميدوني مخالفة للنص ولكن بما أنه النص يعطيك مغش متع التصرف من إلا من 15 إلى كذا وإلا يعوض للعقوبة السجنية بعقوبة مالية ولا بالخطيئة ولا بالعمل التطوعي في الفترة الأولى هنتذكرها مليحة متع الكورونا في أفريل ومارس فعلا برشة أحكام سيخطوه اللي صدرت عن محكمة الاستناف حتى الوقت تحكموا في الابتدائي وتعين الجلساتهم في الاستناف الحكام اخذوا بيعين الاعتبار سواء كبار السن ولا الوضعية الصحية وحتى في نوعية الأحكام صدرت برشة أحكام بسرسي وقع الإفراج العالي من المساجين إفراج مؤقت على الأقل حين خذورهم وقلبش يترافع عليهم في الجلسات المقبلة ثم أحكام بالخطيئة بالعمل التطوعي معناها صحيح لكن توا فما قانون يحكم فما نوعية من الجرائم ما معناها في جراء مقتل واختصاب وقضايا اختي رياسر ما نجمش يفرج عليه وما نجمش يسيب وما نجمش يعطي أقوبة خفيفة ولكن فما شوية مراعاة دي ما في إطار القانون ولكن يوقعت غير كافي له غير كافي مثلا ثم برشة مرابيتة ومحتوية على الشكل بدون رصيد عندهم حتى معنى عندهم حتى معنى صحيح ما خلصش الناس أما ما عندهم حتى معنى ثم الناس رأي محكم عليها ولا في قضايا لماذا لا يتم تطبيقها هذه النصوص في هذه الوضعية الاستثمار؟ نحن قاعدنا للأسف شديد كلاسيكيين تعمل عاملة يجب أن تدخل الحبس راه الحبس ما هوش دوائر كامل صحيحي نجم يكون رادع في بعض المسال أما مش في القضايا الكل بالعكس ربما العمل التطوعي في متى وأكذ خط وقت يخرج وعادي ستة شهر ويخدم في معاوين النظافة ويخدم في العمل تطايفة مش معنى قيمة النظافة ويخدم في عمل تطايفة ويخدم مش معنى قيمة العمل ولي يعطيه قيمته ولي ما عادش يمشي ما عادش يرجع للجريمة وما عادش يرجع للمخالفات ولكن نحن قاعدنا كلاسيكيين عنا الجريمة تساوي السجن وانتي ماشي وهذا هو اللي يزم بالحق 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 تتغير فيه المنظوم يقول رأي النصوص موجودة ولكن التطبيق هو لقع أما النصوص رأي موجودة في المادة المدنية عنا شوي يختغل في المادة المدنية أو قلقنا الحال عنا الفصول القانونية الفصل 83 مرافعة مدنية وتجارية يمكن أنه من الجلسة الأولى متاع القضية نمشو طول للطور المرافعة لأخر مرحلة فيما بين ذلك الطرفين ممكن تمك التقارير محام يحضر قدم تقرير زميل ويقاط بالتأخير قال لك لأيقوية تبدلهم بين معظكم معظ جوني في الجلسة أنا نبعث الزميلي تقريري عبر الميل وعملنا المحامين صفحة كاملة لتبادل الميل متاعنا أنا نبعث الزميلي عبر الميل هو يرد علي عبر الميل ولا نعاود الرد عليه فق الشهر وانا شهر ونصري بشت أخر من الجلسة الأولى لجلسة المرافعة نتبادلوا جميع التقارير نجيوا يوم جلسة المرافعة نبدوا تقاريرنا المعروضة على بعضنا الكل ونترافعوا يمشي ملف للتصيح أو كنت ولي الملف المدني جلسته الأولى وجلسة المرافعة تنقص الضغط تنقص المشي والجاي ينقص العداد متاع الكثرة هذي في المادة المدنية ممكن خاطر كلها تقارير نجي من يخدم خدمتي أنا بعثها الزميلي وهو يخدم خدمتي يرجع لي أما في المادة الجزائية مش نفس الشي في المادة الجزائية راهوا فما بروات متاع التحقيق زوز على ثلاثة تلقى فيه قضي التحقيق والكاتبة والمتهم والمحامي وبعد ساعة في مكافحة أربعة ولا خمسة معناها عشرة من الناس في زوز تلسة متر مربع حتى حتى ما يجي ما عندوش حتى هذا كهو هذا كهو هذا الكله يجب أن يتبدل طريقة العمل سخطوه في المادة الجزائية يجب أن يتبدل ورب يقدر خيرك وأحنا هنا نسعى وهكذا فينا باللبافات الجمعية معناها عملونا للبافات ليس جيل هكذا تخرج تلقاه ينسقوا في الجلسات مخرجين ديتابلوغ يقول يغمان في تنسيق الجلسات أما يقعد ديما عملك غير كافي يلزم ديما فهمة تنسيق مع الوزارة